السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما صلي وسلم على سيدنا محمد وشراكم مميشاتي ان شاء الله بكم لكم بخير اليوم جبت لكم وصفة التي طلبتها في اللايف وهي لاسيلة عسل تندار في المدير في المنزل صفر موش حمر يأتي صفر زيج عسل الشهدة تبعوا معي الطريقة للأخر ومع الأخر عندي وصفة زيدة طبعا تابعة لعسل تبعوا معي مليح وسنو حتى الاخر الفيديو الوصفة سهلة ومهلة لكن لازم نحضروا على الطياب على وش فيها فيها كيلوزع سكر نصف سطرة تعمى ومغير فى انتاع عصير الليمون يعني مغرف تعمى تعصير الليمون فقط لا غير وش نحكمه كوكوتة انا عندي هذه الكوكوتة الصغيرة اللي ما عنداش تدير الكوكوتة الكبيرة اللي حبى تضاعف المقادير تضاعفهم المهم نحط السكر تاعي ولازم يكون حجر كيلو نحطه فى الكوكوتة ونزيد له نصف سطرة انتاع الماء من الحنفية من روبيني ونزيد لها مغرف قرص نحط هذه الكوكوتة الصغيرة فى النار ونخلط حتى نرى طرفها دكتاع السكر لا يقاوش ساعة ساعة نحرك الكوكوتة لا نقف على الكوكوتة حتى ندوب السكر ونشوفها بدأت تغلي ونشوفها بدأت تغلي ونشوف الكوكوتة داعب لا يبقى حجر نقف له الكوكوتة نقف على الكوكوتة لا تقف على الكوكوتة لا تقف على الكوكوتة ونقف على السكر بعد 25 دقيقة نحل الكوكوتة دعوها تبرد قليلا نحولها الزفارة ونحل الكوكوتة دعوكم ترى العسيلة نحل الكوكوتة هذه الكوكوتة الصغيرة تغليل حواجها صغيرة شوفوا كيف تدعو دهبي اولا ثانية هذه نحل الكوكوتة جاري هي عادة جدا لانه الغدوة الصباح يبرد تماما لانه يرجع لنا عاقد الغدوة الصباحية اذا وجدتها عاقد بالزاف اضعوا شوية تعماء ونحن نحل الغليا هنا بيته يبرد لا تقف على الكوكوتة ونحن نحن نحن من استماء ليكون الغدمة ونحن نحن المفترض الغدوة تبدأ الغدوة تبدو له كيف تدعتها وكيف تقف على ماء cepừa لغليا وعندما كان تدعته قصة هناك جاري أضعنا أن تضع الكوكوتة تقف على ماء خمسة دقائق فقط هذه هي لاهبار كعسيلة هبّل كفه الصفرة لا يوجد رحة الكراميل لا يوجد رحة اللون الأحمر وفي نفس الوصفة وفي نفس المقادير في عضلة تقفل على الكوكوت بـ 25 دقيقة تقفل عليها ثم تقفل عليها 35 دقيقة ثم تقفل عليها 35 دقيقة حين تحصلوا على كراميل منزلي هذا كراميل حمر شاهدوا هذا الكراميل نضعه على جلاس على تخطط على التفاح يعني تتخلوا قليلاً هذه وصفتين في وصفة السيلة والكراميل انا قمت بوكة السيلة و بوكة الكراميل الرمضان ان شاء الله وهذه الوصفة اليوم نتمنى عجبتكم ونقولكم لايكي وابوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً اشتركوا في القناة